قطاعات السوق بعد التراجعات اللي شهدناها في جلسة تمس اليوم كان عندنا قطاع المواد الأساسية لاتصالات أيضا كذلك قطاع المصرفي ساهمت بشكل إيجابي في أن السوق يعاود إلى المكاسب ويستهل في اللون الأخضر بعد خمس جلسات من التراجع كانت هي أطول سلسلة انخفاض منذ آذار مارس الماضي والتي أيضا كذلك استهل لها السوق منذ نهاية الأسبوع الماضي ولكن أيضا كذلك ننحظ الآن في منتصف تداول عاد السوق إلى التراجعات بعد المكاسب المحدودة اللي شهدناها في الجلسة الصباحية ليستقر في هذه الأثناء على اللون الأحمر مشاهدين نستكمل الآن وإياكم بالنسبة مع أهم أخبار السوق حيث يبدأ اليوم إدراج وبدأ تداول أدوات دين حكومية في السوق السعودي بأكثر من ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون ريال حيث تشمل أدوات الدين التي سيتم إدراجها اليوم ثلاثة سقوق استثمار تم إصدارها جميعا في الخامس والعشرين يوليو من العام الحالي بهدف تمويل الميزانية في حين أيضا كذلك الإصدار الأول كان بأكثر من مليارين وما يقارب المئة مليون ريال وبهامس ربحية أكثر من ثلاثة ونصف النقطة المئوية أيضا كذلك بالنسبة الإصدار الثاني بلغ ما يقارب تسعمائة وستين مليون ريال وبهامس ربح بثلاثة وست عشر فيها النقطة المئوية أما أيضا كذلك الإصدار الثالث فكان بقيمة أربعمائة مليون ريال وبها مسروح بلغ ما يقارب الثلاثة وثمانية عشر في النقطة المئوية ننتقل الآن وياكم بنسبة لنتائج الشركات وهي المشكلة بالنسبة لسوق الأسهم السعودي بعد الإعلانات الكثيفة التي شدناها في جلس تمس كان إعلان أكثر من 11 شركة لنتائجها المالية أيضا كذلك كان عندنا عملاق الصناعة السعودية شركة سابق والتي أعنت أيضا كذلك الاتصالات السعودية وبقية شركات القطاع في المجمل كانت سبع شركات على نتائج إيجابية ثلاث شركات انخفاض وشركة واحدة سجلت خسائرها شركة سابق وأيضا كذلك اليوم نستكمل بنسبة من إعلان نتائج الشركات ومع الأبحاث وتسويق والتي أعنت كذلك عن نتائج إيجابية حققت فيها قفزة كبيرة جدا خلال الربع الثاني ونصف الأول من هذا العام الشركة وصلت لما يقارب نسبة الشركة لديها أرباح إيجابية بنسبة خلال الربع الثاني من هذا العام وأيضا كذلك حتى خلال النصف الأول سجلت الشركة ما يقارب سبعة وتسعين مليون وثلاثمائة ألف ريال بأكثر من مائتين واثنين وتسعين في المياه ارتفاع أيضا كذلك هناك ارتفاع في الربح التشغيلي بمائة وثمانية وأربعين في المياه أيضا كذلك الإيرادات شهدنا عليها ارتفاع واضح في النصف الأول بما يقارب اثنين عشر في المياه هذا بالنسبة للنصف الأول أما بالنسبة للربع الثاني فكان هناك قفزة كبيرة جدا في أرباح الشركة في الربع الثاني حققت خمس وثمانين مليون ريال وخمسمائة ألف ريال يأتي هذا أيضا كذلك مقارنة بما مقارنة بستة ملايين ريال كانت خلال نفس الفترة من العام 2017 الارتفاع كان بأكثر من ألف أمية وسبعة وستين أو ستة وسبعين في المياه نول كناترا مشاهد الكرام بالنسبة على أداء السهم في جلسة اليوم نتابع بالنسبة المنتصف أيضا السهم اليوم على مكاسب باثنين في المياه نفس المكاسب اللي شدناها في جلسة صباحية ولكن كانت أعلى بقيل عند اثنين واربعة عشر في المياه أيضا الآن على السهم بأكثر من مئة ريال على مكاسب بما يقارب ريالين في جلسة اليوم نستكمل مع النتائج المالية ومع شركة الغاز والتصنيع الأهلية والتي أيضا كذلك أعانت عن انخفاض في أرباح الشركة خلال النصف الأول من هذا العام بواحد وثلاثين في المئة سبعين مليون ريال سجلتها الشركة في النصف الأول مقارنة بأكثر من مئة مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2017 الربح التشغيلي كان عدا انخفاض واضح بعشرة في المئة خمسة وخمسين مليون ريال حقتها الشركة خلال النصف الأول من هذا العام أيضا انخفاض الإيرادات الاستثمارات كان بسبعة عشر مليون ريال والتي أثر على أرباح الشركة خلال النصف الأول من هذا العام إلى أداء السهم مشاهد الكرام نلقي نظرة أيضا كذلك بالنسبة على أداء السهم متابع أيضا كذلك السهم اليوم على تراجعات بعشرين في النقطة الماوية 29 و35 هاللان للسهم ومع قطع البترو كيموتة أيضا كذلك مع نتائج نمال الكيموية تتعلمت أيضا كذلك عن نتائجها خلال النصف الأول من هذا العام وتحول الشركة إلى الربحية 51 مليون ريال مكاسب خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بخسار بلغت 6 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام 2017 ارتفاع الربح التشغيلي كان بـ 758 في المئة حق تشركة مقارب 65 مليون ريال أيضا كذلك ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات ساهم بشكل إيجابي بالنسبة في نمو ودفع أرباح الشركة إلى تحقيق مكاسة إيجابية نجد نظرة الآن بالنسبة على أداء السهم في هذه الجلسة ونتابع بالنسبة أيضا كذلك أداء السهم أيضا كذلك ذكرت الشركة بالنسبة لأنه كانuerdo كانت انخفاض في مصاريف البيع وتسويق أيضا كذلك انخفاض في المصروفات المالية ولكن أيضا كذلك كانت ارتفاع في المصاريف العمومية وانرتفاع في مخصص الزكه أيضا السهم اليوم على وطيرة عالية بالنسبة من التراجعات 6.13 في المائة 28.95 هللة يفقد ما يقارب ريال و95 هللة في منتصف هذه الجلسة ونستكون مع النتائج المالية لشركة معدنية في النصف الأول من هذا العام والتي أيضا حقت نتائج إيجابية النتائج لشركة كانت خلال النصف الأول بتحقيقها أرباح تشغيلية أكثر من 7 مليون و500 ألف ريال أيضا نمو المبيعات دعم نمو أرباح الشركة خلال النصف الأول وحتى خلال الربع الثاني من هذا العام نتابع بالنسبة أداء السهم في منتصف الجلسة ونتابع أيضا كيف كان أداء السهم السهم على مكاسب بنصف النقطة الموية ملاحظة أيضا أن السهم قلص المكاسب إذنما خذنا في الاعتبار ومن فتح الجلسة كان على مكاسب عالية ولكن أيضا في المنتصف الآن نقلص جزء من المكاسب ولكن أيضا كذلك ما زالت على مكاسب إيجابي ولكنها محدودة مستوية 18 ريال وما يقارب 40 هلالة ومكاسب 10 هلالة ونستكمل مع النتائج المالية وللصناعات الكهربائية في النصف الأول من هذا العام ولت أيضا كذلك عملت عن نتائجها وكانت على انخفاض في الأرباح بـ 40 في المئة الشركة حقت ما يقارب 12 مليون ريال عندنا ربح تشغيلي أنخفض بـ 29% و21 مليون كان الربح تشغيلي بالنسبة للشركة خلال النصف الأول أيضا كذلك انخفاض الطلب من العملاء الرئيسيين أثر على نمو أرباح الشركة خلال النصف الأول من هذا العام نتابع بالنسبة أيضا كذلك مجريات السهم في منتصف جلسة اليوم أيضا كذلك نتابع ونلاحظ أيضا كذلك أن السهم اليوم على تراجعات بالنسبة القصوى تسعة وسبعة عشر في المئة يفقد أكثر من ريالين تسعة عشر ريال وأربعة وثلاثين هاللان للسهم ونستكمل أيضا كذلك مع النتائج المالية لشركات السمنت اليوم مع السمنت نجران ولتا أيضا كذلك كان هناك تراجع واضح وتحول الشركة الخسائر بـ 41 مليون ريال خلال النصف الأول من هذا العام أيضا كذلك كانوا كجمال الخسارة التشغيلية كان بـ 23 مليون ريال كان هناك انخفاض في منتصف سعر البيع انخفاض حجم الطلب شدة المنافسة في السوق المحلي بالنسبة لقطاع شركات السمنت في مجملها أسباب سلبية ضغطت بالنسبة ورئيسية ضغطت على أداء الشركة خلال النصف الأول ودعت الشركة تتحول من الربحية فالنصف الأول من العام 2017 إلى الخسائر في هذا النصف الأول من هذا العام وـ 41 مليون ريال خلال النصف الأول من هذا العام نلق نظر أيضا مشاهد الكرام بالنسبة على أداء السهم في هذه الجلسة ونتابع أيضا كذلك السهم اليوم على تراجعات بواحد وربع النقطة المئوية وأيضا كذلك ثمان ريالات واثنين وخمسين هلالا للسهم وإلى التوزيعات النقدية حيث أوصى مجلس إدارة البنك لأهل التجاري وتوزيع الباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال البالغ 30 مليار ريال وبما يعادل ريال لكل سهم عن نصف الأول من العام 2018 ويكون بذلك أجمالي ما تم توزيعه ثلاثة مليارات ريال عن نصف الأول من العام الحالي اليوم السهم على مكاسب بـ 16 في المئة 46 إلى 40 هل السهم 25 هلالا في هذه الأثناء اليوم تأتي هذه المكاسب أيضا كذلك بعد التراجعات التي شاهدناها بالنسبة في جلسة أمس والضرط كان واضح بالنسبة على سهم البنك الأهلي كان أمس على تراجعات بـ 2 في المئة أيضا كذلك شكل جنبا لجنب مع بقية شركات الكطاع المصرفي الضغط الواضح والحاصل على السوق السعودي في جلسة أمس واللي كان على تراجعات بـ 17 في النقطة المئوية فقد السوق أمس ما يقارب بـ 60 نقطة ولكن اليوم نشهد تحسن واضح بالنسبة ورغم أيضا كذلك أن المصرف حقق نتائج إيجابية فاقت توقعات بالنسبة خلال النصف الأول من هذا العام واللي كانت عند 5 مليارات و 600 مليون ريال أيضا كذلك حتى خلال الربع الثاني واللي أيضا كذلك شاهدنا فيها زيادة إيجابية وصلت إلى ما يقارب أو كأرباح بـ 2 مليارين و 600 مليون ريال نستكمل مع قطاع التأمين حيث أعنت شركة وفل التأمين عن استلامها خطاب من مؤسسة النقدة العرب السعودي سامة يتضمن استمرار منع الشركة من قبول مقتتبين جدد وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين وألزمت سامة الشركة بتعيين مستشار مستقل توافق عليه المؤسسة ويكون دور المستشار المستقل هو تقييم عمل مجلس إدارة الشركة ومدى فعاليته السهم اليوم أيضا كذلك على تراجعات بأكثر من 6 في المئة 21 و40 هل السهم وبخسائر بلغة ما يقول ب74 هل السهم أيضا كذلك هناك إعلام بالنسبة من الشركة في جلسة أمس عن وصول الخسائر من رأس المال أكثر من 50% بالنسبة للشركة ووصلت الخسائر أكثر من 50% من رأس المال الشركة البالغ 100 مليون ريال أيضا كذلك سيطبق بالنسبة على الشركة على نظام هيئة السوق المالية بتجاوز وصلت الخسائر إلى أكثر من 20% من رأس سلمان استكمل أيضا كذلك مع قطاع التامين حيث وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة السقر للتامين في اجتماع على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 250 مليون ريال إلى 400 مليون ريال وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 60% ما يعادل ثلاثة أسهم لكل خمسة أسهم قائمة استهم اليوم على مكاسب نفس المكاسب الاستهل فيها جلسة اليوم 4 في المئة 117 ريال 66 هللة في هذه الأثناء وإلى السوق الموازح حيث أوصى مجلس إدارة شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال البلغ 160 مليون ريال ما يعادل نصف ريال لكل سهم عن السنة المالية المنتهة في 31 من شهر مارس من عام 2018 الحالي السهم على 11 و30 نفس المستويات من الجلسة الصباحية إلى أداء القطاعات مشاهد الكرام نضرب نسبة على أداء قطاع المواد الأساسية في جلسة اليوم أيضاً القطاع اليوم على تباين واضح عندنا سافكو ارتفاعات محدودة بأقل من 1% سبك من العالمية أيضاً أقل من 10 نقطة مئة ارتفاعات ولكن أيضاً كذلك ما زال مستمر سهم شركة سابك على تراجعة أمس كان مستقر بنهاية للجلسة ورغم أن الشركة كان لديها نتائج إيجابية قوية فاقت كل التوقعات خلال الربع الثاني ب81% ارتفاع نتحدث عن 6 مليارات و700 مليون ريال أيضاً كذلك النصف الأول كان وصلت أرباح الشركة إلى 12 مليار و200 مليون ريال مقارنة بأرباح بلغت 8 مليارات و900 مليون ريال كانت خلال نفس الفترة من العام 2017 ماذا عن القطاع المصرفي؟ لولك نضرع أيضاً كذلك من نسبة عن أداء القطاع المصرفي في جلسة اليوم ونتابع أيضاً كذلك أداء القطاع اليوم أيضاً كذلك غالب الشركات على اللون اللحظة لعندنا الراش السهم القيادة 17% تراجعات مستويات الثمانية وثمانية ريال السهم سهم بالمليل اليوم تراجعات بـ 2 في المئة ولكن الرياض والأهل يتجاهل أيضاً كذلك ارتفاعات أيضاً كذلك البنك الأول اليوم وطيرت ارتفاعات بنسبة على البنك الأول قليل مقارنة بجلسة تمس أيضاً كذلك جلسات الأسبوع الماضي ربع النقطة الموية ارتفاعات ولكن أيضاً كذلك في جلس تمس كان ارتفاعات وطير علي أكثر من 1 في المئة إلى قطاع الاتصالات أيضاً اليوم شهدنا أيضاً حركة إيجابية في بداية جلسة على قطاع الاتصالات ولكن أيضاً كذلك نلاحظ أن الاتصالات السعودية على الثبات 86 ريال 90 هالسهم عندنا موبايلي تراجعات بأكثر من 1 في المئة يأتي هذا أيضاً كذلك بعد سلسلة ارتفاعات التي شهدناها خلال الفترة الماضية أيضاً كذلك وصلت السام على وصلت ارتفاعات أكثر من 4 في المئة ولكن في متصف الجلسة على تراجعت نلقي نظر على الأسهم الأكثر ارتفاعاً في جلسة اليوم نتابع عندنا أيضاً كذلك تكوين ارتفاعات أكثر من 14% سمنت الجوف السقر أيضاً كذلك نلاحظ اليوم كيمانول وعبداللطيف أيضاً على ارتفاعات إيجابية بأكثر من 2 في المئة الأسهم الأكثر انخفاضاً في جلسة اليوم ونتابع نلاحظ أيضاً كذلك الاصطناعات الكهربية تراجعت بـ 9 و 7 في المئة وفا دل أيضاً كذلك نماء أخير المتحدة للتأمين اليوم مجمل لشركات قطاع التأمين أيضاً كذلك وما زالت تطاط بشكل سلبي بنسبة على أداء القطاع عندنا أيضاً كذلك دل مستمر في التراجعات في ظل أيضاً كذلك النتائج الإيجابية اللي كان علان الشركة في جلسة أمس التراجعات 5 و 6 في المئة مشاهدين الكرام ننتقل لأنا وإياكم أيضاً كذلك إلى أداء سواق المال في المنطقة والبداية مع سواق المال في الإمارات سوق دبيا اليوم على ارتفاعات الإيجابية 16 في المئة 2959 نقطة وبمكاسب بلغت ما يقارب 18 نقطة في هذه الأثناء على التراجعات اللي شهدناها بـ 20 في النقطة الموية في جلسة أمس إلى أهم أخبار سواق المال في الإمارات حيث ارتفعت أرباح شركة عمار مولز إلى مليار ومئة مليون درهم للنصف الأول من العام الحالي مقارنة بأرباح بلغت مليار و 21 مليون درهم تم تحقيقها خل نفس الفترة من العام 2017 الورق نظر مشاهدين الكرام بالنسبة على أداء السهم اليوم على درهمين و 7 فلس انخفضت أرباح شركة ديار لتطوير العقارية إلى 65 مليون درهم من نهاية نصف الأول من العام الحالي مقارنة بأرباح قدرها 67 مليون درهم تم تحقيقها خل نفس الفترة من العام 2017 السهم اليوم على مكاسب 13-43 فلس في هذه الأثناء عودة إلى أداء أسواق المال في الإمارات وإلى أداء القيادات نتابع بالنسبة إلى أداء القيادات دريكندسكي الارتفاعات أيضا كذلك إداء عمار العقارية وأخيرا أيضا كذلك رابطك على ارتفاعات إيجابية إلى القطاع المسرفي بالنسبة في سوق دبي المالي نتابع أيضا كذلك دبي السلام اليوم ارتفاعات 1 في المئة دبي الوطني ارتفاعات بنصف النقطة المئوية أيضا كذلك بنك المشرق على تراجعات 6-13 في المئة نستكمل على سواق المال في الإمارات ومع سوق أبوظبي المالي في جلسة اليوم نتابع بالنسبة أداء نلوحظ أيضا كذلك التراجعات محدودة بأقل من عشر النقطة المئوية 4828 نقطة ويفقد أقل من أربع نقاط وإلى قياديات سوق أبوظبي المالي نلقي نظرة أيضا كذلك عداء القياديات نتابع جميع القيادة تلوح اللون الأحمر أيضا تراجعات واضحة لشراق العقارية بـ 1 و 6 أعشر عن البنك التجاري الدولي اليوم عن نتائج المالي لأشهر الستة الأولى من العام الحالي نصف الأول ووضح بين البنك وصافي الأرباح حقق نبوه بنصف الأول من العام الجاري بنسبة 55% وإلى 81 مليون درهم مقارنة بأرباح بلغة 52 مليون درهم تم تحقيق نفس الفترة من العام 2017 استهم اليوم أيضا كذلك على ثبات 73 فلس في بداية جلسة وفي متصف جلسة اليوم أعلنت شركة أركان لمواد البناء عن تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي وقالت الشركة في بيلا أنه أثرت نتاج تراجع صافي الأرباح إلى 3 مليون وخمسمائة ألف درهم بنسبة 76% مقارنة بـ 14 مليون و400 ألف درهم تم تحقيقها نفس فترة من العام 2017 وتراجع ترباح الشركة إلى 15 مليون ريال بنهاية نصف الأول من العام الحالي مقابل تحقيقها أرباح قدرها 25 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2017 استهم اليوم على تراجعات قوية واضح 71 في المياه